رحمة رحيم اهلا بكم. لكل الناس اللي عايزة تعرف الاسعار الاجهزة. اجهزة كهربائية اجهزة اكترونية اجهزة منزلية. حتى الاتواتر المنزلية. الناس كتير بتسأل عن الاسعار. ومقارنة بين الانواع. وعايزة تعرف التاجر اللي هي هتشتري منه. او هتشتري منه. هل مكتر في الفلوس ولا لأ. الحاجة دي كويسة ولا لأ. لان انت ممكن لما تروح للتاجر جنب منك او حاجة. ممكن يكون هو بيسوق الحاجة اللي هو عايز يبحق. اللي هي تقيل عنده في البيع. فعايز يبعالك. فبيقولك دي كويسة. فازاي تعرف هل هي فعلا كويسة ولا لأ. ده اللي هنقدر نقوله لكم النهاردة. وكمان اه ايه الفرق بالنوع ونوع. برضو هنعرف ازاي نعرفه. والاسعار. اه الاجهزة يا جماعة من الحاجة اللي بتنزل وبتطلع. اسعارها بتغلى. وبترخص. اه في ناس بتقول لما فيش حاجة بترخص لا. الاجهزة بترخص. بيبقى متوقفة على حاجات كتير. فاسعارها بتنزل. ممكن ان لو انت جنبك تاجر او تعرف تاجر او حد عايز تشتري منه. فلاو حاجة رخصة هيقولك لأ. مش هيقولك الحقيقة. ازاي تعرف السعر بالزبط? ازاي تعرف اه امكانيات الجهاز اللي هتشتريه. اه مكون من ايه? صناعة ايه? اه الامكانيات بتاعته? والفرق بينه وبين اجهزة تانية? ده اللي هنعرفه وقاله لكم بالتفصيل وازاي تقدر تعرفه. وكمان ازاي تشتري? لو عايز تشتري اونلاين ايه الاماكن اللي موصوك فيها? والنصب وتحترس منه? عشان محدش يقول لك حاجة وبتاع. اه خصوصا اللي بيقول لك يدفع مؤدم. فبلاش الحاجة دي خلص. فاول حاجة خلينا نشوف لو عايز تشتري جهاز ايا كان هو ايه? اي حاجة خاصة بالمنزل? عايز تعرف طبعا سعرها? عايز تعرف امكانياتها? عايز تعرف ضمانها? فهنقول لكم تقدر تعرف ازاي? اه طبعا يا جماعة. اه لو عندك كمبيوتر او لاب او موبايل. في مواقع تقدر تعرف منها الاسعار بالزبط. مسلا لو سودودكم. سودودكم بتختار الجهاز اللي انت عايز تشتريه. عندك كده كل الخيارات. اه موبايلات او تلفزيونات اكترونيات. اه خلينا فتخصصنا. ندخل على الاجهزة المنزلية. في حاجات عليها عروب كمان تقدر تستفيد منها. بتدخل على اي جهاز انت محتاج تشتريه. طبعا كل الاسعار موجودة. والامكانيات بتاع جهاز موجود. وفي عملية بحث موجودة. تقدر تعرف تجيب جهاز بالزبط ونقية. لو انت مسلا عايز تشتري غسالة فول اوتوماتيك. اه. طبعا الكلام موصوك فيه لان انت بتروح مسلا يقول لك ااا حداشر كيلو. وهي بتكون عشرة. والتلاجات برضو بيغشوا في الادم. بيقولوا احنا بنعمل كده علشان الجمارك والكلام دوت مفيش. حاجة تانية موصوك فيها. حاجة زي سوق دوتكم. بيدي لك. اه فطورة. فطورة ضربية وكل حاجة. تقدر. لو حصل عملية غشي ولا اي حاجة. تقدر تكلم حماية المستهلك وكزا. مسلا انت عايز الغسالة فول اوتوماتيك. اه تحميل علوي. اه طب. اه بيقول لك اللون ايه? وبيدي لك الوصف بالكامل. تعرف الوصف وتعرف السعر بالزبط. حتى لو مش هتشتري من هنا مفيش مشكلة. بس قبل ما تشتري تعرف السعر ايه? لان فيه ناس بتتغلي بالخمسمائة جنيه وبالالف جنيه واكتر من كزا. فحتى قبل ما تشتري حاجة لو جنبك تاجر او اه اجهزة منزلية او حاجة تقدر تعرف حتى الاسعار. حتى هنا كمان بيبقى غالي. المفروض ان هو غالي عن الاماكن العادية. مسلا ميت جنيه او حاجة. عشان خدمة التوصيل وكزا. والخدمات اللي هو بقدم. ده حاجة تقدر تعرف منها الاسعار. كمان دي التوشيبة. في العربي. منتجات العربي كلهم. اه منتجات العربي كلها. ترنيدو وشاربو وكده. ليهم الويب سايت بتاعهم بيقدروا يبيعوا. من خلاله. اه فقيني رو. واللي جي طبعا. ده الاللي جي. الويب سايت بتاعهم تقدر تشتري منهم وتعرف امكانيات الحاجة. بيدي لك مواصفاته. والانواع اللي انت عيسة. وكمان نشتري. دي من اين هتشتري. ده بيقول لك اقرب مكان ليك. دخل محافظتك. او المكان بيقول لك اقرب معرض ليك. وتقدر تستفسر عن الاسعار وكل حاجة. ليه موات ساب. هنا. تقدر تستفسر عن اسعار اوان اي حاجة. وزي ما قلنا او تشيب اهوت. الويب سايت بتاعهم. في كل حاجة. كل المنتجات بتاعتهم. مهما كانت. اتلاقيها موجودة. واتلاقي كل التفاصيل فيها. طبعا. اكتر حاجة موصوط منها ان هي الشركة من نفسها. يعني تقدر تشتري. تختار مثلا تلاجة. بيجيب لك انواعة التلاجات. شرب. واسعارها كام. وكم لتر. واللون. والقود بتاعها. وتقدر تعارن بنفسك. دي لك مسلا كام لتر بالزبط. ام لونها. وطبعا بتقدر تغير اللون. تختار اللون اللي انت عايزه. وكده. والضمان. دي لك عشر سنوات. تمام. دوق كمان لما تشتري من الشركة نفسها بتبقى تبعد عن الحاجات اللي هي بتتباع فرزة تانية على الاساس ان هي فرزة اول. والحاجات دي. ده سوق الاجي والعربي طبعا. وفي حاجات تانية. ده برضو اجهزة. كل حاجة عليها السعر والمصفات بتاعتها. تقدر تعرف قبل ما تشتري حاجة. طبعا بتفكر. لان هي حاجة بتبقى استخدام تقعد فترة كبيرة. سنين كتيرة. فتقدر تعرف اسعارها ومصفاتها قبل ما تشتريها. حتى لو هتشتري من مكان تاني. ده بس للاماكن. ان انت تقدر تعرف منها جميع المعلومات. عايز تشتري منهم اوكي مش عايز. خلاص. بتقدر تعرف المعلومات بتاعتهم برضو بيتك. طبعا هو متخصص اكتر في الاجهزة الالكترونية موبايلات وكده. لكن برضو فيه اجهزة منسلية وتكييف وكل حاجة. لابتوب والاسعار والموصفات بتاعته. حتى كرفور. برضو بيدي لك المنتجات بتاعته. وفيه الاسعار وكل حاجة. فقبل ما تشتري اي جهاز. بتدخل على اي وبسايت من دولة. او تدخل على اتنين تلاتة. في نون برضو هوت. جميع الاجهزة. تدخل على اتنين تلاتة تشوف انهي اه اسعاره كويسة. اه المواصفات بتاعت الحاجة اللي انت تشتريها ايه? تتأكد من المعلومات بتاعتها. وبعد كده تقدر تشتري. يا ريت بلاش تشتري. والله المسهل من على الفيسبوك حد بيبيع وكده. لان الحاجات دي مش مضمونة. فانا حبيت اقول لكم على افضل اماكن. جميع طبعا. من اكبر اه وبسايت في العالم. بيدي لكل حاجة اه. اه ديك فريزر مسلا. بيعمل خصم. ده عليه خصم واحد وعشرين في المية. ده سعره. وكمان بيوصل. بيوصل لحد عندك. بس هو بيوصل في القاهرة والجهزة بس. في اماكن تانية بتوصل لجميع المحافظات. اهو. ميتين وخمستاشر لتر خمسة دراج. سهل التنظيف. اعلى ساعة تخزين من فاته. تصميم رائع. الابعاد بيدي لك حتى ابعاده. والعمق بتاعه. والوزن. والصنع فين. ورقم الموديل. واللون. وعدد الليترات. كل البيانات عنها تقدر تعرفها عن اي حاجة عايز تشتريها. ودي معلومات كمان عنه. وفي اه مواقع او تقدر. فيها ناس بتبقى عاملة تقييم. تقدر تشوف تقييم الناس اللي اشترت وكده. وانت تقدر تكتب تقييم لو انت اشترت حاجة منهم سيئة او بتاع. فتقدر تجمع كل المعلومات قبل ما تشتري. ودي حاجة مفيدة جدا. واتفيدك لان انا بشوف ناس كتير بتسأل عن اسعار. وفي ناس بتبيع باسعار غالية جدا. وفي ناس بتسأل الموصفات. فاحسن حاجة او افضل حاجة ان انت تقدر تشوف بنفسك. وتعرف كل المعلومات عن الجهاز. وتجيبه من مكان موصق فيه. فده اللي حبينا نقوله النهاردة. وشكرا لكم جدا.